السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروسة عالمية أونلاين إن شاء الله نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح فحل الكتاب المعاصل الصف الثاني العدالي نقضي النهاردين 5 lessons 1 and 2 هنبدأ بأهم كلمات ونقرأ كل كلمة مرتين زي ما احنا متعودين putting away my clothes putting away my clothes looking after my brother kindness stranger fantastic smile distance distance messy random random apartment apartment ناخد باب كويز سؤال سريع على كلمات اللي احنا نسعرين هدلوقتي قبل هنا خمس كلمات واربع جمل هازين نكمل الجملة بكلمة المناسب number one they gave all the players not tests to check their health طبعا هم أعطوا كل اللعيبة اختبارات ايه عشان نيتأكدهم من الصحة بتاعتهم يبقى ممكن اقول اختبارات random يعني عشوائية غير مرتبة غير مخطط لها number two i like the on my grandmother's face والله انا بيعجبني ايه طبعا smile اللي بتسامة اللي بتبقى عليه على وجه جدتي number three heba doesn't speak in front of she is shy heba لا تستطيع ان هي بتقدرش يعني تتحدث امام ايه هي بتبقى خجولة طبعا قدام الغرباء اللي هم ايه strangers number four i'm lucky because she helps me to not up my room والله انا محظوظ ان هي ساعدتني في ايه ساعدتني في ترتيب الحجرة هي بقى tidy up number four تمام ناخد بعدها نكمل اهم الكلمات teenager floor floor lift sort wheelchair stairs shopkeeper 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 care care shape shape acts acts random acts of kindness random acts of kindness day اللي هو يوم افعل الخير الغير مخططة او العشوائية footballer surprised surprised check check advertisement advertisement ممكن اقرأها advertisement مش غلط tips tips thief thief ثيف بعد كده تصريفات الافعال غير منتظمة forget forgot forgotten put away put away put away الثلاثة زي بعض take out took out taken out sit down sat down sat down stand up stood up stood up بعد كده تعريفات فيلمة fantastic معناها رائع extremely good or excellent يعني جيد وممتاز الى حد بعيد give back يعني يعيد return something to someone لما تعد شيء الى شخص ما kindness لو حسن المعامل او العطفة او الطيبة the quality of being a kind الصفة لما يكون واحد طيب generous كريم helpful متعاون and caring towards other people وبيعتني الناس الاخري بالنسة او يبقى مهتم به بالناس الاخرين make friends يكون صدقات become friends with someone for the first time لما يكون صديق او يبقى صدقاء يعني مع اشخاص معنا لأول مرة messy فوضوي او غير مرتب not tidy very untidy غير مرتب put away يضع شيء في مكان المعتاد put something in the place where you usually keep it when you are not using it لما بضع شيء في مكان where you usually keep it عادة بحافظ عليه او بحتفظ به في المكان ده when you are not using it لما يكونوا باستخدموش يبقى يعد الشيء في مكان المعتاد random عشوائي done or happening by chance بيحصل بالصدفة زي ما نقول and not according to any plan وليس وفق اي خطة او ممكن اقول happening without a plan بيحدث بدون خطة run after يلاحق او يطارد run quickly to catch or stop someone or something ولكن شخص او هنا الاول run quickly بيجرب سرعة عشان طبعا يمسك او يوقف شخص ما او شيء ما shopkeeper صاحب المحل a person who owns and runs a shop شخص بيمتلك المحل ويديره كلمة تران هنا معناه يدير المحل smile ابتسامة the shape of your mouth شكل الفم that shows you are happy اللي بيبين انك سعيد tidy up make a place look better بخلي المكان يبدو عليه افضل by putting things in their correct places عن طريق وضع ايه الاشياء في المكان ايه المناسب او الصحيح بتاعها lift المصعد او الاسنسير machine that carries people up or down يعني آلة بتحمل الناس اعلى او الى اسفل in a tall building في مبنى طويل جدا بعد كده ناخد السينونوم الانتونيوم المراضف والمضاد tidy مرتب طبعا السينونوم او المراضف بتساوي ايه في المعنى clean عكسها الانتونيوم او opposite messy او untidy full بملوء بتساوي filled وعكسها empty فارغ heavy ثقيل بتساوي massive وعكسها light خفيف borrow يستعير بتساوي take وعكسها lint يسلف lucky محظوظ بتساوي fortunate وعكسها unlucky غير محظوظ ناخد عكده prefix والصفكس اول حاجة er لما ضفها لكلمة بتحول الصفة الى اسم زي كلمة stranger غريب n-ess تحول الصفة الى اسم زي كلمة kindness ليطيبة full if u l تحول الفعل الى صفة زي كلمة careful يعني مهتم بيه نحل على بوكابل الستدي خمس اسئلة number one choose light is opposite of كلمة light عكسها ايه؟ light لو معناها خفيف هيبع عكسها ايه؟ heavy ثقيل number two clean and have the same meaning لهم نفس المعنى clean يعني نظيف ونفس كلام tidy نفس كلام برضو مرتب او نظيف يبقى هنا letter c تمام number three you can add the suffix ممكن نضيف العروف فخر الكلمة to have the noun of the word kind عشان اجيب الاسم من كلمة kind kind يعني طيب لما نضيف لها n-e-s-s يبقى kindness الطيبة هو عمال الخير number four lucky and unlucky are lucky وunlucky طبعا عكسها بعد يبقى antonyms متضدات number five the room is untidy الحجرة غير مرتبة this means it is معنى كلام دينها ايه؟ انها طبعا messy يعني ايه؟ يعني فوضوية ناخد بعكدة general notes on reading and listening ملاحظات عامة على القراءة والكتاب كلمة bin وكلمة pin الاولانية bin سلة مهملات لما اقول students should put rubbish in bins طلاب يجب أنهم يضعوا القمامة في سلة المهملات لكن pin the teacher stuck his instruction paper with a pin on the board مدرس يعني لصق الورقة بتاع تعليمات بيدبوس كده لها على الصبورة بفرقة بين left 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 أنا بكسرها شوية بالأي دية lift مصعد أو أسنصير I take the lift to the seventh floor أنا خدت له أسنصير عشان أطلع دور السابع ممكن تبقى فاعل بمعنى يرفع I am sorry I can't lift this heavy bag لو أنا آسف مش يقدر أرفع الايه؟ الشنطة طيلة دي كلمة left ده adverb معنى اليسار ناهد is sitting on the left ناهد تجلس على اليسار ممكن left تبقى تصريف الثالث من كلمة leave وغادر أيمن left for a man last Monday أيمن غادر وذهب الى عمان الاثنين الماضي كلمة wash wash up ووش لوحدة يعني يغسل when he gets up he washes his face بولك لما الصحي غسل وشه لكن wash up يغسل الأطباق my mom is washing up in the kitchen تغسل الأطباق فين؟ في الماضي الimportant expressions and prepositions حروف الجارة والتعبارة الهمة what sort of ما نوع take the lift to يأخذ المصعد إلى get ready for يستعد لي أو يجهز لي أو يجهز لي do the cooking يعني يطبخ give back يعطي شيء في مكانه give a seat to يعطي مقعد إلى do random acts of kindness أو practice random acts of kindness اللي كنين ينفعهم يمارس أو يقوم بعمل خير إيه؟ غير مخططة أو عشوائية for no reason بدون سبب أو مبرر غرف الجارة اللي عندنا tidy up a room مثلا يرتب غرفة put away يضع الشيء في مكان المعتاد take out يخرج شيء get on the bus يركب الاوتوبيس on the third floor في الطابق الثالث go down to ينزل أو يصل إلى run after يلاحق أو يطارد care about يهتم بي نخب بعكد ناصر reading random acts of kindness يعني أعمال الخير العشوائية أو الغير مخطط لها in 1982 ساعة 1982 some friends were in a restaurant in California USA في بعض الأصدقاء كانوا في مطعم في كاليفورنيا في أمريكا they wanted to make the world better كانوا عايزين طبعا يخلوا العالم أفضل one of the prince أحد الأصدقاء Ann Herbert wrote down her idea كتبت إيه سجلت ليه الفكرة بتاعتها practice random acts of kindness يعني المارس أعمال الخير الغير المخططة أو العشوائية a random act of kindness is a kind thing that you do for someone for no reason أقول لك العمل الخير العشوائي ده عمل خير أو شيء طيب بنقوم به لشخص من غير أي سبب you can do random act of kindness for the people you know ممكن طبعا تعمل أعمال الخير العشوائية ديت للناس تعرفهم for example على سبيل المثال buy flowers for your mother اشتري ظهور لماما you can also be kind to strangers ممكن تبقى كمان طيب مع الغرباء for example سبب المثال give your seat to someone on a bus تدي المعكوعة بتاعك لشخصي عليه راكبه وتبيس now الآن February 17th is random acts of kindness يوم 17 فبراير هو اليوم العالمي للايه العمل الخير العشوائية all over the world على مستوى العالم people do kind things for the day طبعا الناس بتعمل عمل ايه طيبة في اليوم ده not because they have to مش عشان هم مضطرين لكده but because they want to see a smile on a person's face لكن عشان عايزين يشوف ابتسامة على وجه الشخص isn't that a fantastic idea أليس تلك فكرة رائعة بعد كده بيقول لي do you want to start running هل تريد انت تبدأ في الجاري بعض التعليمات اتبع هذه النصائح start running short distances ابدأ الاول بمسافات قصيرة don't run too far ما تجريش بعد جدا but go a bit further each day لكن حاول يعني تاخد مسافات ابعد قليلا كل يوم go with a friend if you can it will help يعني اجري مع صديق لو ينفع وده طبعا هيساعدك هيشجعك don't run if your leg hurts ما تجريش لو كانت رجلك بتؤلمك drink lots of water after a run اشرب ماية كتير بعد الجاري but not before لكن مش قبل الجاري eat healthy food تناول طعام صحي don't eat a lot of sweets لا تأكل حلوة كثيرة خلي بالك وبي امر مثبت جاب فعل مصدر لما قال امر من في جاب دونت والمصدر حين لأسرع كلمات number one علي has to not his toys away when he finished playing with them علي طبعا ايه؟ مضطر طبعا يرجع لألعاب في مكانها لما بيخلص لعابب ايه؟ he has to put his toys away number two he is asking about directions هو بيسأل علي تجاهات he seems to be a or an to this part of the city هو يبدو علي انه ايه؟ بدل بيسألي بهو غريبي بس stranger number three منير has to not up the dishes after dinner on mondays and wednesdays منير طبعا بيخصي الاطباق بعد العشاء يوم الاثنين كل يوم اثنين وكل يوم اربع يبقى ايه؟ he has to wash up the dishes number four the teacher told the students to not up after they made a model for the project المدرس طبعا اخبر الطلاب انهما يعملوا ايه؟ بعد طبعا ما يعملوا نموذك للمشروع ده طبعا ايه؟ tidy up after tidy up يعني ايه؟ يعني يرتبهم بعدما بيخلصوا المشروع اللي هم عملوه او البحث اللي هم عملوه number five the teacher was very angry المدرس كان غضبان جدا when he found the class لما وقت الفصل ايه؟ اكيد طبعا ايه؟ متبهد الخالص يبقى ايه؟ يبقى ميسي فوضوي غير مرتب تماما number six mom made a cake mom عملت كيكة التاسد طعمها كان ايه؟ I liked it very much عجبتني اوي يبقى fantastic رائعة number seven the police ran after the when they saw him leaving the bank police كان بيطارد مين؟ لما شافوا طبعا بيغادر البنك اكيد طبعا لسه يبقى ثيف تمام number eight what is the not between Cairo and Alexandria قال له it's two hundred sixteen kilometer قل له المسافة طبعا what is the distance المسافة بين القائرة واسكندرية قال له مدينو 16 كيلومتر number nine the book is not you should read it كتاب دع ايه؟ يجب انك تقرأه يبقى اكيد fantastic رائع number ten he is still a or an he is fourteen years old هو ما زال ايه لانه عنده 14 سنة سنة 14 ده سنة ايه؟ teenager مراهق number eleven my father gave me something about studying English والله بابا اعطاني بعض الايه؟ عن دراسة او مذاكرة الوعه الانجليزية طبعا الداني نصاح يبقى يبقى tips letter a number twelve you can put a or an in the newspaper to sell your old flat الممكن تضع ايه في الجريدة عشان تبيع الشقة الادمة بتاعتك طبعا يضع اعلان يبقى advertisement تمام number thirteen بس لتتعريفات بقى a or an not is a machine that carries people up or down in a tall building دي قالة بتاخدوا الناس الى اعلى و الى اسفل في المباني الطويلة طبعا بكلم على ايه؟ بس نصير او مصعد number fourteen the man who owns and runs a shop is called الراجل اللي هو بيمتلك المحل او بيدير المحل اللي بنسميه ايه؟ طبعا shopkeeper صاحب المحل number fifteen run not means to run quickly to catch or stop someone or something طبعا run ايه؟ طبعا run after لما بجري وراحدة طرده يعني معنى ان انا بجري عشان امسكه او او اوفه يعني مثلا number sixteen we should care our environment يجب ان احنا ايه؟ نعتني يبقى care about يعتني بالبيئة بتاعتنا تمام؟ جيده لقتي دورنا مع الجزء الخاص بالgrammar نبدأ مع اول حاجة التعبير عن الضرورة necessity طبعا باستخدم عشان اعبر عن الضرورة كلمتين have to او has to عشان اقول يجب ان من الضروري ان او لابد ان اللي اتنين بيجوا وراهم مصدر واللي اتنين باستخدمهم لما اتكلم على ايه؟ اشياء ضرورية فده يعتبر الزام خارجي ما عنديش اي اختيار وانا بعمله في الجملة المرثباتة هتلاقي ايو وزاي او اسم جامع مع have to زائد الايه زائد المصدر مثلا i have to walk to school انا باضطر طبعا مضطر ان انا امشي الى المدرسة لكن he and she wait او اسم مفرد بتاخد ايه؟ has to زائد المصدر مثلا he has to buy the book ومضطر ان هو يشتري ايه الكتاب يبقى تعبير عن الضرورة ايه؟ في المدارع لو عايز ان في الجملة ما تقوليش بقى has and to have the غلط ليه؟ لان has to have to او تقول عليها فعل اساسي والفعل الاساسي في المدارع بنفيه ايه ما بـ don't ايه ما doesn't طيب بقى اسم الجامعة تاخد ايه؟ don't have to زائد المصدر هي وشي ويت او اسم مفرد تاخد ايه؟ doesn't have to زائد المصدر كده كده مزبطة او من فيها وراها مصدر بس has to بنفيها بـ doesn't have to وhave to بنفيها بـ don't have to ملاحظ حاجة ان الاتنين فيهم have to في الناف لو عتقول لي بقى doesn't have to ما ينفعش ليه؟ لان doesn't زائد المصدر فاكرين ولمصدر have to وليس has to مثلا my mother doesn't have to go to work today because it's a holiday ماما ليست مضطرة ان تذهب الى العمل اليوم ليه؟ اصل النهاردة اجازة because it's a holiday لو هسأل بـ yes or no طبعا هاجيب دو في الاول اجيب I-U-A-Z او اسم الجامعة وبعا كده have to والمصدر او اجيب دوز في الاول واجيب هي وشي ويت او اسم مفرد واجيب have to والمصدر ملاحظ برضو في السؤال have to جاي في الاتنين مثلا do you have to finish your work tonight هل انت مضطرة تخلص العمل بتاعك النهاردة لو انت مضطرة هتقول ايه yes I do طبعا انا مش مضطرة no I don't does باسم have to travel to her جادة هل باسم مضطرة يروح الغرداء لو هو مضطرة يقولك yes he does مش مضطرة no he doesn't ولو هسأل بأدات السفهام اجيب أدات السفهام بعدها do أو does اجيب الفاعل واجيب have to والمصدر مثلا when do you have to arrive at work متى تكون مضطرة ان تصل الى العمل ممكن ترد عليه مثلا I have to go to work مثلا at eight o'clock جاب لي هنا remember تذكر قاعدة اخدتها قبل كده giving advice using should and shouldn't زي تنصح باستخدام should and shouldn't قاعدة اخدناها كتير او سهل اوي should يجيب ان should انت لا يجيب ان should ينبغي ان should انت لا ينبغي ان should انت لا ينبغي ان نفس المعنى اول حاجة الفاعل طبعا اجيب should والمصدر you should eat a lot of fruit and vegetables daily انت ينبغي ان تأكل فاكهة كتيرة وخضرات كتيرة كل يوم shouldn't يقولك you shouldn't eat too many crispies and sweets طبعا هنا لا ينبغي ان تأكل يعني مقرمشات كتيرة وحلوة كتيرة لو هسأل هجيب should في الاول فاعل مصدر بمعنى هل should we eat lots of fish هل ينبغي علينا ان احنا نتناول اسماك كتيرة لو ينبغي علينا اقول له yes you should لا ينبغي no you shouldn't لو هسأل بقى دات الصفام نفس زي ما بقولك كل مرة هتأكل دات الصفام الاول should فاعل مصدر should فاعل مصدر what should i eat ماذا ينبغي ان ااكل نحل اسئلة على grammar number one at the weekends في كل عطلة نهاية اسبوع I get up early I can stay in bed until nine o'clock كده انا مضطر بقى في كل نهاية اسبوع في العطلة في الاجازة اصحى ساعة تسعة او اصحى بدري لا بيقولك كينا جيت up early يبقى انا مش مضطر ليه بيقولك انا ممكن نقعد في السرير لحد الساعة تسعة يبقى I don't have لو قلت don't have بس اجابتها غلط ليه مصدر هي في انتو مش موجودة يبقى ايه يبقى don't have to تمام number two to wear a uniform at school مونة مضطرة طبعا تلبس زي مواحد في المدرسة مش بمزاكة لان هي مجبرة على كده يبقى مونة ايه has طول ان مونة تاخد has number three you run if your legs hurt طبعا كده لا ينبغي ان ايه ان تقري لو كانت رجلك بتقلمك يبقى you shouldn't بنصحك بكده number four you start running short distance انت لو هتبدأ في الرياضة الجارية لازم ان تبدأ لقول ايه بطبعا بمسافات قصيرة يبقى you should يبقى ينبغي ان number five what game do you have طبعا do you have ايه do you have two يبقى two practice تو زيد المصدر تمام ايه اللعبة انت متطرة تلعبها او تمارسها number six you shouldn't not too much time on social media انت لا ينبغي ان تقضي وقت طويل على social media يبقى you shouldn't زيد المصدر spend تمام والمصدر طبعا التصريف الاول بدون اضافات number seven you should i drink او should i drink lots of water after a run هل ينبغي ان انا اشرب ميا كتير بعد مجري قال له yes you طبعا yes you should لان السؤال بادي بشود اجيب شود في الاجابة number eight does your best friend not walk to school هل افضل صديق ليك مضطر يذهب الى المدرسة ماشي طبعا does فاعل الفاعل طبعا your best friend كلها فاعل does فاعل ايه مصدر والمصدر have to يبقى later see تمام السؤال الثاني complete صحة كلمة A بن قسين do you have to هل انت مضطر الى ايه drives to work ازاي مصر drives معنا قلنا have to زاد الا زاد المصدر يبقى drive من غير الاس تمام number two what should i did to come first طبعا what should i do لان الفاعل المصدر do بمعنى يفعل number three you not have to sit when the boat stops انت مش مضطر تجلس لما القارب يتوقف وعايز اجيب لك تقول لك لست مضطر الى فعايزك تجيب have to بس ايه بس منفية طبعا انا هنفي have to ازاي يبقى اقول هنا don't have طب تو مكتوبة اه مكتوبة ايه من الصريفة مش لازم انا كتب تو فاكتب ايه يبقى don't have لو تو مش مكتوبة بعد القص هنا كنت جبتها number four what you have to do طبعا واحد يقول لي يا مصر سهلة جدا اقول what have you to do غلط ليه انت هجيب have هنا لي have to بس لازم تجيب قبلها فعل مساعد الفعل مساعد هنا ايه اللي هيجي مع you هتبقى do what do you have تو مكتوبة في الإجابة ايوة يا مصر بس ازاي هجيبي اتنين do دول الاولانية ديت فعل مساعد وdo اللي هي في الاخر ديت فعل اساسي number five not you have to look after your baby brother at the weekend ده السؤال خلي بالكم بدا السؤال يبقى انها استخدم مع have to يا دو يا داز طب you هتاخد ايه هتاخد do وبعد كده اكتب you زي ما هي يبقى هنا do you number six do you have to get up early ده هنا does فعل ايه مصدر والمصدر هيبقى have to تمام وتو مكتوبة جدرنا مع general exercise استمرين عامة on lessons one and two السؤال اللي السمع طبعا ضربنا عليه كتير في الوحدات اللي فاتت عشان وقت الفيديو مقاش طويل تضرب عليه المراد لوحدك وموجود في اخر الكتاب ولعندك اي استفسار اكتبه في التعليقات وارضو عليك ان شاء الله على اطول اول حاجة بعد كده بقى السؤال الديالو عشان احنا ادالك احنا انتفقنا اول حاجة باكتبها على يمين خطوات تقوين السؤال دي اول خطوة هده استفهام فعل مساعد فعل فعل قد ستكمل خطوة تانية اقرأ الانوان بتاع الديالو ليه؟ عشان ده بيعرفني بيتكلم عن ايه؟ ناصر اسكز عمر اباوت his study ناصر بيسأل عمر عن الدراسة بتاعته او مذاكرته مثلا طيب والخطوة التالتة اقرأ ادالك بالكامل من غير محل ولا كلمة عشان عرف التفاصيل خطوة الرابعة ابدأ اقرأ كمان مرة وحال يسأله اجابة ناصر بيقول له هل انت مضطر تذكر النهاردة يا عمر؟ فعمر رد عليه رده معايا وقال له لانا عند امتحان جغرافيا بكرة يبقى كده هو هيبقى مضطر ايوي يبقى اينا تمام ناصر بعد كده قال له طب واخوك فقال له قال له بس هو مضطر ايه؟ يعني يرتب غرفة النوم بتاعته يبقى هنا ما هو قال له لما قال له بطهن ما ينفعش يقول له هنا نوبة وما ليه؟ ده يقول له برضو يس ايوة بس هنا ايه؟ هو بقول له واخوك عامل ايه؟ ممكن اخوك كمان يبقى عنده امتحان ممكن فيقول له هنا ايه؟ ممكن يقول له مثلا ايه هاز اتست مثلا هو عنده اختبار هو كمان لكن تمام كده لكن ايه؟ يبقى هي هاز اتسته بطهي هاز تو تايدي لكنه مضطر ايه ينظف او يرتب الغرفة بتاعته بعد كده ناصر قال له where do you have to go for the next lesson طب انت تروح فين الدرس اللي جاي؟ طبعا هيقول له we have to go to the laboratory احنا هنتطر نروح لايه؟ المعمل فطبعا هيقول له سؤال قال له ايه؟ وحنا عندنا علوم الدرس اللي جاي يبقى هنا ممكن يقول له ايه؟ فهيسأل له do you have science in the next lesson انت عندك علوم الدرس اللي جاي؟ قال له ايه وحنا عندنا علوم الحصة اللي جاية لذلك so we have to go to the laboratory هنبقى مطرن نروح ليه المعمل ناصر قال له سؤال قال له yes i am good at science فممكن يقول له ايه؟ are you good at science انت كويس في العلوم؟ طبعا ليه قالت are you لاني i am تحاول الى are you بحزف yes or no بحاول i am الى are you بعد كده number one choose he can't walk at all هو بلا يستطيع ان هو يمشى على الاطلاق هين ينزقه يبقى هو محتاج ايه؟ wheelchair تمام number two كريم's cousin is and never puts his books away كريم ابن عم كريم يعني يعتبر ايه؟ عمره ابدا ما بيرجع الكتب مكانها اذا ده ميسي فوضاوي number three you not drink lots of water after you do sports بعد ما مارس رياضة يبقى ينبغي ان يبقى you should يجب ان يتشرب ماء number four i am very not to have such good parents والله اذا انا محظوظ ان عندي ايه؟ يعني مثل هؤلاء الايه؟ الابوين الطيبين دول يبقى هنا lucky number five this book is you should read it الكتاب ده ايه يجب انك تكرهه؟ يبقى fantastic رائع number six not mean that something is happening without a plan شيء بيحصل من غير خطة يبقى عشوائي يبقى random ليس مخطط لي number seven please can you not back the book you borrowed؟ ممكن ترجع الكتاب اللي انت استعرته؟ احنا قلنا يرجع الكتاب يعني ايه؟ يبقى ان give back يرد الكتاب number eight and what is the shape of your mouth that shows you are happy شكل الفم بتاعك اللي يبقى انك ايه سعيد يبقى ايه؟ يبقى طبعا السميل ابتسامة number nine what does احمد not do to win the next match؟ ما الذي يجب على احمد انه يعمله عشان يفوزه المرش اللي جاي؟ طبعا what does احمد have to مضطر انه يعمل ايه؟ does فعل مصدر number ten does she not get up early on fridays؟ طبعا does she قلنا برضو does فعل مصدر يبقى ايه؟ have to اوها تختارها فبس اللي اختارها فبس نجابته طبعا غلط يبقى have to بعد كده complete the sentence with the correct form of the words in brackets صح الكلمة اللي بنقص هنا اول حاجة I have to listening طبعا ما اسمهاش listening ليه مصدر ما هو have to زاد المصدر يبقى يبقى she'll I and G يبقى listen number two he not has to speak loud لاوعت واعف الفخدة ليه؟ واحد يقول ليه مصدر سهلة جدا he hasn't too غلط ما احنا قلنا هاس فعل اساسي طبعا انا هنفي هاز ازاي معاهي؟ طبعا هكتب الاول does تمام؟ بعد ما اكتب does باكتب ايه؟ يبقى doesn't بعد كده have to تمام؟ انت كده واخد بالك بقى يبقى هنا number two هتبقى doesn't have طب two مكتوبة ايه مصدر two مكتوب يبقى doesn't have بس تمام؟ number three they not have to buy milk ما مش مضطرين يشيرهم لبن طبعا انا عاوزا فيها نفس الكلام اوعت برضو تقول لي have to لا هتبقى they هقول لي اول ايه don't بعد كده have وهتو مكتوبة لا مش مكتوبة يبقى هنا two تمام يبقى هنا ايه don't have to انت مش مضطر الى ان تفعل كزا number four what نبيل بقى مضطر ايه؟ طبعا what نبيل have غلط اما اللي اقولها ازاي؟ ان انت عايز تجيب فعل مساعد الاول مع نبيل اللي هو ايه؟ العشان نبيل مفرد بعد كده have يبقى what does what does الاول نكتب نبيل الاول عشان الفعل بعد does تمام يبقى what does نبيل بعد كده have two مكتوبة two مكتوبة what does have to get for the trip اخر سؤال عندي رأيتها براجراف براجراف عن ايه بقى المرة دي؟ to do at home مهام وظائف تقوم بها في المنزل الموضوع موجود في اخر الكتاب اقرأة خدمون افكار وطبق كل الخطوات اللي اتلعك عليها قبل كده في الفيديوهات اللي فات كده وصلنا الاخر حلقة النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك في الفيديوات القادمة ان شاء الله كان معكم مستر رحمد العبد من قناة دولستعلمي اونلاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته